ولذلك أسعد الخلق على الإطلاق أولئك الذين إن خلعوا من دنياهم ساعات من ليل أو نهار طلقوا الدنيا طلاقا رجعيا وليس بائنا تركوا المخلوق وخلطة المخلوق فعاشوا في جنان المناجة وفي جنان الدعاء وفي جنان الدمعات الغاليات التي حرم الله بها تلك العيون الباكية عن النار حبيبكم عليه الصلاة والسلام أول عبادة تقرب إلى الله بها قبل بعثته قبل أن يصطفيه الله جل وعلا ليكون سيد ولد آدم قبل أن يتنزل عليه الوحي قبل أن يحمل الرسالة عليه الصلاة والسلام حُبِّب إليه الخلوة عن الخلق فكان في غار حراء له أسرار وله وقفات كانت روحه تعرج وعينه تنظر في سحب السماء وتنظر إلى قمم الجبال فيسبح القلب قبل اللسان ويسجد قلبه قبل أن يسجد جنانه عليه الصلاة والسلام